بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ألنهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن تألقت هجن الرياسة في اليوم الأخير من مهرجان ختامي الوثبة للهجن الانطلاق الأولى كانت مع بندقية الزمول البفتوح والتي ذهبت إلى هجن الرياسة مع شاهين بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في اثنتين عشرة دقيقة واثنتين عشرة ثانية وتسعة أجزاء من الثانية والشيط الثاني المنتظر مع سيف صاحب السمو رئيس الدولة كان التألق والتفوق للشاهينية مع نفس المضمر الذي أهدى هجن الرياسة السيف الخامس لهذا الموسم بعد شوط مثير وعصيب أنهته الشاهينية بتوقيت احدى عشرة دقيقة وتسعين وخمسين ثانية وثمانية أجزاء من الثانية